مقاتل المجلس الوطني الانتقالي يدخلون بني وليد بينما تتردد أصوات الانفجارات وإطلاق النيران في الوديان والتلال التي تحيط بالبلدة قوات المجلس الانتقالي تواجه مقاومة شرسة من المتحصنين داخل البلدة الصحراوية من أنصار العقيد الليبي معمر قذافي وتحاصر قوات المجلس بلدة بني وليد منذ أكثر من أسبوعين حاول خلالها مقاتل المجلس الانتقالي إجراء مفاوضات لتسليم البلدة بدون إراقة دماء غير أن المفاوضات فشلت ولم يبقى إلا الاحتكام إلى السلاح وبدأت قوات المجلس الانتقالي الزحف على بني وليد بعد أن استولت على أحد الأودية الاستراتيجية المحيطة بالبلدة ويقول الثوار إن المؤيدين للقذافي هم من بدأ بالقتال بعد أن قصفوا مصنعا كان يتحصن فيه مقاتل المجلس حتى الآن لا يمكن القول إن مقاتل المجلس الانتقالي يسيطرون بشكل كامل وتام على بني وليد لكن المؤكد أن معارك تدور روحاها في البلدة وأن المعركة مستمرة من بيت لبيت للسيطرة على البلدة المتمردة بالكامل ترجمة نانسي قنقر